طب اقول لكم على حاجة انا ما كنتش عايز اتكلم فيها عايزين تعرفوا مبادئ الاهلي الحقيقية وصدقوني مهند مجدي راح فين؟ كان مع المهندس محمود طهر والكلام في القوائم هو مع المهندس محمود طهر مين اللي كان قاعد جنب المهندس محمود طهر؟ المجلس المجموعة بتاعت المجلس السابق بالكامل عارفين الجماهير عملت ايه اللي بتتحب الاهلي اكتر من الجميع؟ على اقل اللي شاف اول ما لقى دي قالوا جملة واحدة قالك هو ده الاهلي هو دي مبادئ الاهلي هو دي الاهلي واخلاقياته وقاعدوا بصوا للمقصورة انا شفت لانا كنت قاعد معاهم والناس راح جاية مسقفة هي دي الناس اللي ما بتزايتش والله انا بنقل لكم موقف شفته والناس عملته واي حد معترض علينا بقوله يدخل معنا نفتح لكم التليفونات وقوله وقوله احنا بنجدب او بنقول للجماهير حاجة غلطة هو ده ما تقالش بقى مين مع مين ولا فين ومش عادة بتقال الاهلي لازم يكسب فربنا نصرنا ووفقنا جبنا الاول التاني التالت الناس بقيت كلها اللي ما تعرفش بعض واللي يعرفه بعض بتحضن بعض وبيبوسوا بعض عشان خطر الاهلي الاهلي اسمى من حاجات كتير بتتقال صدقوني في لحظات كده تاريخية لازم تنسى كل حاجة ورا دهرك وتفكر وانفكر كلنا في المصلحة العامة المصلحة العامة ان الاهلي الكبير العظيم يبقى في المكانة الكبيرة المترجم للقناة